بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة متميزة هي حلقة على جميع التخصصات سواء كان نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات أو حتى أعزائنا المشاهدين المهتمين بمجال مقاومة أمراض النبات في سواء على المحاصيل المختلفة أو في المخازن أو حتى في الشحنات اللي بترد إلينا من الخارج كل ده بنعدلكم النهاردة حلقة مميزة حلقة خاصة عن أساسيات علم أمراض النبات والأهمية الاقتصادية لعلم أمراض النبات وإيه هي القواعد والأصص اللي بيبنى عليها علم أمراض النبات وإيه هي الأهداف العامة اللي من خلالها بندرس علم أمراض النبات تعالوا بينا أعزائي المشاهدين وأعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وبنستعرض فيها إيه هي الأهداف العامة اللي من خلالها بندرس مادة أمراض النبات وهي طرق المختلفة لمكافحة الأمراض النباتية المختلفة بشكل عام هي حلقة تمهيدية حلقة تعتبر حلقة مميزة لكل المهتمين بمجال أمراض النبات تعالوا بينا يا عزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وبنستعرض فيها الأهمية الاقتصادية والأهداف العامة لمادة أمراض النبات أول هدف من الأهداف العامة لمادة أمراض النبات امداد الطالب بمجموعة من المعلومات والمعارف العلمية في مجال أمراض النبات بشكل مبسط هذه المعلومات بتمكنوا من الاستفادة من أمراض النبات وكيفية وقاية النباتات المختلفة من المسببات المرضية الهدف الثاني تنمية المهارات الإدراك والفهم والبحث العلمي والتفكير والتي تمكن الطلاب من التعامل مع مشاكل أمراض النبات المختلفة سواء كانت مشكلات قديمة أو مشكلات حديثة الهدف الثالث هو تعريف الطلاب بمدى خطورة المسببات المرضية وأمراض النبات وتأثيرتها المختلفة على الانتاج الزراعي وبالتالي على الاقتصاد القومي من خلال الخسائر والأضرار التي تسببها هذه المسببات المرضية تعالوا نستعرض بقى أعزائي الطلبة والطلبات الهدف الرابع وهو تعريف الطلاب بمدى خطورة الأمراض النباتية من خلال علاقتها بصحة الإنسان والحيوان والبيئة زي ما أنتم عارفين أعزائي الطلبة والطالبات المسببات المرضية بتكون متنوعة وحندرسها إن شاء الله مع بعض بالتفصيل سواء كان مساببات حية أو مساببات غير حية اللي احنا بنقول عليها مساببات طفيلية أو غير طفيلية الهدف الخامس تعريف الطلاب بمفهوم مكافحة الأمراض النباتية طبعا مكافحة الأمراض ما ينفعش أن يكون عندي طالب متخصص أو مهندس زراعي بالمعنى المتعرف عليه ولا يستطيع أن يشخص المرض النباتي وبالتالي لا يتمكن من تحديد الوسائل المختلفة لمكافحة أمراض النبات زي ما قلتلكم في بداية الحلقة الحلقة النهاردة حلقة بيهتم بيها كل العاملين وكل اللي بيهتموا بمجال مكافحة الأمراض النباتية سواء كانت أمراض بتصيب النبات في الحقل أو حتى المسببات المرضية اللي بتصيب النبات أثناء عملية النقل من المزرع أو من الحقل إلى المخزن أو إلى مكان التسويق هذه المسببات المرضية يجب التعرف عليها بشكل صحيح وأيضا يجب توخي الحذر أثناء عملية النقل والتسويق والتخزين لتقليل الإصابة بالمسببات المرضية سواء كان مسببات حية أو مسببات غير حية طبعا إحنا عندنا برنامج بنقول عليه برنامج مكافحة مقصود بكلمة برنامج مكافحة أن أنا بتتبع خطوات متتالية ومتتابعة لمكافحة المسببات المرضية كل مسبب مرضي بيبقى له برنامج خاص بمكافحته إزاي إحنا عندنا بالضبط الأمراض اللي بتصيب الإنسان سواء كانت أمراض بكترية أو أمراض فيروسية أو أمراض فطرية كل مسبب مرضي بيبقى له برنامج أو بيبقى له طريقة معينة في عملية المكافحة إحنا الهدف من دراسة علم أمراض النبات إن إحنا نعرف المهتم أو نعرف الطالب أو نعرف المشاهد أو حتى المزارع نعرفه بأهمية أو كيفية مكافحة أمراض النبات المختلفة وكيفية وضع البرنامج العلاجي للمسبب المرضي الموجود عندي طبعا من ضمن الأهداف أيضا المكافحة المتكاملة طريقة عمل المكافحة المتكاملة والمكافحة المتكاملة هيبقى لها برنامج معين حندرسه مع بعض إن شاء الله والهدف أصلا من المكافحة المتكاملة هو الوصول بنسبة المبيد إلى أقل نسبة معينة أو إلى أقل تركيز معين للحفاظ على البيئة والوقاية من التلوث بأخطار المبيدات ومتبقيات المبيدات وبالتالي الحصول على منتج زراعي آمن وصحي لمن يتناول هذا المنتج الزراع طبعا من ضمن الأهداف أيضا أعزائي الطلبة والطالبات تعريف الطلاب بأهمية الظروف المصلة لحدوث المرض النباتي طيب أنا عندي مسبب مرضي المسبب ده بيبقى كائن حي في الغالب بيبقى كائن حي هذا الكائن الحي بيبقى فيه عوامل بيئية أو عوامل بنقول عليها عوامل خارجية بهذه العوامل قد تساعد على زيادة وتقاصر وانتشار هذا المسبب المرضي فأنا أثناء وضع برنامج المكافحة لابد من إجراء العمليات المعاكسة لهذا المسبب المرضي بحيث لو هو مثلا كان مسبب مرضي بيفضل الرطوبة العالية أعمل عملية خفض المعدلات الرأي لو كان المسبب المرضي بيفضل التواجد والانتشار في التربة الحامضية أوفر ظروف قاعدية أو تربة قلوية وهكذا المسبب المرضي ودور كل منها في حدوث هذا المرض أيضا من ضمن الأهداف العامة لمادة أمراض النبات توعيد وتدريبه ده الجزء المهاري اللي احنا بنركز عليه في البرامج الحديثة والمناهج القائمة على الجدارات احنا بصدد الانتقال من منظومة التعليم الفني القديم إلى منظومة حديثة منظومة بترقى بالمستوى المهاري لطالب التعليم الفني وبتؤهله إلى الالتحاق بسوق العمل سواء كان سوق العمل المحلي أو الأسواق الدولية أنا مطالب أن أكون عندي الكفاءة العلمية والمعارف وبالتالي هذه المعارف بيتم توظيفها للوصول بالجانب المهاري إلى الجودة العالية والارتقاء العالي لطالب التعليم الفني عموما يبقى توعيد وتدريب الطلاب على مجموعة من المهارات هذه المهارات بتساعده على القيام بأعمال المكافحة أو المقاومة وكيفية أيضا التعامل مع المبيدات المختلفة في مجال مكافحة أمراض النبات بكل سهولة ويسر الهدف السامن هو تدريب الطلاب على كيفية الحفاظ على البيئة المحيطة من التلوث طبعا دي جزئية مهمة جدا بتهم كل أفراد المجتمع أن انت ازاي تنتج لي منتج زراعي خالي من التلوث بالمبيدات وأيضا في جانب خطير جدا بيعاني منه المجتمع سواء كان مجتمع محلي أو مجتمع دولي هو الاستخدام المفرط لمنظمات النمو والهرمونات النباتية اللي بتأدي إلى الخلل الداخلي لنظام الداخلي لجسم الإنسان لمن يتناول هذه المحاصيل أو هذه المنتجات المهرمنة أو المعاملة بالهرمونات طبعا ده محرم قانونا وأيضا محرم دوليا انت لو عندك منتج زراعي تم استخدام أوفردوز أو جرع عالية من المنظمات النمو أو حتى من المبيدات الكيموية أو حتى من المخصبات الكيموية اللي احنا بنقول عليها الأسمدة الكيموية هذا المنتج بيكون لا يصلح أو غير صالح للتصدير في الأسواق الخارجية أو الأسواق الدولية وبالتالي كل ده بيأثر على الدخل القومي لأفراد الدولة أو لأفراد المجتمع أيضا من ضمن الأهداف انتاج غزاء صحي وآمن وتوعية الطلاب بأهمية التوازن الحيوي في خفض الإصابة بمسببات الأمراض إيه يعني إيه توازن حيوي؟ وإحنا في حلقة النهاردة إحنا قلنا الحلقة اسمها أساسيات علم أمراض النبات ما إحنا بنحط القواعد بنحط الأسس اللي من خلالها لما أجي أتعرض لأي إكسبريشن أو أي لمصطلح أثناء دراسة أبواب المنهج المختلفة أكون عارف يعني إيه توازن حيوي؟ أكون عارف يعني إيه مسبب مرضي؟ أكون عارف يعني إيه عملية مقاومة ويعني إيه علاج؟ طب يعني إيه مقاومة بيولوجية؟ يعني إيه مقاومة كيموية؟ يعني إيه مقاومة ميكانيكية؟ وهكذا يبقى أنا في حلقة النهاردة أعزاء الطلبة والطلبات أنا ببني الأساس اللي من خلاله بيأهلني لكيفية التعامل مع الأبواب المنهج المختلفة وأيضا كيفية الوصول إلى الجانب المهاري لدى طلاب التعليم الفني بإذن الله أنا عندي كلمة التوازن الحيوي ربنا عامل لنا في الحياة توازن بين المسببات المرضية وأيضا بين الأعداء الحيوية لها المسبب المرضي كأن حي فيه أيضا أعداء حيوية لهذا المسبب المرضي بتقلل من كمياته وبتقلل من تعداده وبتحد من تكاثره وانتشاره أنا بستغل هذه الكائنات اللي بتسبب ضرر للمسببات المرضية وبنشرها وبعمل لها عملية تكاثر وبعمل لها عملية ريليز أو بنسميها عملية إطلاق في الطبيعة بدل ما رش مبيدات كيموية ضرر بالبيئة أو ضرر بالإنسان وأيضا بين نبات والحيوان لا أنا بعمل عملية راش للمبيدات الحيوية احنا بنسميها بايو باستيصاد أو بنقول عليها المبيدات الحيوية دي بتكون آمنة وصحية وغير ضرر بالبيئة وبتتكاثر ذاتيا لأنها أصلا بتعتمد على استخدام الكائنات الحية في عملية المكافحة أيضا من ضمن الأهداف العامة لمادة أمراض النبات تنمية مهارات الابتكار والحكمة في التعامل مع المشكلات من خلال إمداد الطالب المعلومات الزراعية والصحية والبيئية للحفاظ على النبات ومنتجاته في الحقل والمخزن طبعا حضرتك بعد ما بتخلص أو بعد ما بتنهي فترة الدراسة في المدارس السنوية سواء كان نظام السنوات أو المدارس الفنية المتقدمة أنت بتكون حاصل على شهادة من خلالها هذه الشهادة بتؤهلك للتعامل مع المشكلات أو المسببات المرضية بشكل صحيح لا يصح تماما أن أنت تكون غير مؤهل للعمل في أي مزرع أو في أي مكان بيتواجد فيه المنتج النباتي بشكل صحيح زي الدكتور بالزبط أو زي الطبيب ما ينفعش يكون طبيب ويشخص لك المرض غلط وبالتالي بيدي لك علاج غير مطابق للمسبب المرضي فأنت بتخسر ماديا وأيضا بتخسر صحيا نفس الكلام على النبات بالزبط إذا قام المهندس الزراعي أو الطالب أثناء فترة تدريبه بالتشخيص الخاطئ للمرض النباتي بالتالي بيديني أو بيكتب لي تقرير بعملية المكافحة هذا التقرير بيكون غير مطابق للمسبب المرضي وبالتالي المزارع اللي أنت عملت له عملية تشخيص بيخسر ماديا وأيضا بيخسر في المحصول النهائي كده نكون خدنا تسع أهداف من أهداف مادة أمراض النباتي الأهداف العامة بنتكلم على الأهداف العامة الهدف العاشر هو دعم وزرع الروح العلمية لدى الطالب وتدريبه على الأسلوب العلمي في البحث والتفكير والاستكشاف العلمي للأمراض النباتية طبعا البحث العلمي بحث علمي دايما بيكون بصورة متجددة ولا أحد يقولك أنا خلاص وصلت للعلم الكامل أو العلم التام دايب يعتبر إنسان غير عالم أساسا لأنه العلم ملوش حدود العلم دايما فيه تجدد وإستمرار ولابد من الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي من خلال مصادر التعلم المختلفة وطبعا إحنا دلوقتي عندنا صورة في المعلومات من خلال شبكات البحث العلمي وشبكات الإنترنت والمكتبات المختلفة ومصادر التعلم المختلفة كل دي بتزود الحصيلة العلمية لدى المهتم بمجال مكافحة أمراض النبات في كل المحاصيل المختلفة أنت طبعا عارفين أنه المرض النباتي لا يستثني أحد سواء كان محصول حقلي أو محصول خضر أو محصول فاكهة أو حتى محاصيل الزينة كل محصول بيكون مصاب أو بيكون عرضة للإصابة بالعديد من المسببات المرضية المختلفة فلابد من الاستعداد بوسائل البحث في كل المجالات المختلفة لكيفية معرفة نوع المسبب المرضي وأيضا الظروف الملامة لانتشار المرض وإيه هي العوامل اللي بتساعد على انتشار المسبب المرضي سواء كان في الحقل أو في المخزن أو حتى أثناء عملية التسويق الهدف الحادي عشر من أهداف مادة أمراض النبات هو إلمام الطالب بالطرق والوسائل المتاحة لمنع حدوث الأمراض النباتية وتقليل الفاقد منها احنا طبعا كلنا نعرف قاعدة عامة اللي هي الوقاية خير من العلاج انت أول ما بتيجي تزرع أي محصول سواء كان محصول حقلي أو خضر أو فاكهة أو زينة لابد من إجراء عملية وقاية لكل الآلات الزراعية والتطهير وتعقيم التربة واستخدام شتلات خلية من المسبب المرضي وأيضا الاستعداد بكل الوسائل المتاحة لكيفية مقاومة المسبب المرضي إذا تم الإصابة فطبعا أنتم عارفين أنه لما بيكون الإصابة في بدايتها ده بيقلل من انتشار المسبب المرضي وتوغله وحدوث خسارة في المحصول بشكل يؤدي إلى حدوث خسارة حادة في المحصول احنا دايما كل الهدف من إجراء عمليات المكافحة المختلفة هو جعل المسبب المرضي دون سقف الضرر الاقتصادي يعني أننا تكاليف المكافحة دايما تكون أقل من الضرر الاقتصادي اللي بيسببه المسبب المرضي طبعا احنا كده درسنا الأهداف العامة لمادة أمراض النبات هناخد أول حاجة عندنا إيه هو مفهوم علم أمراض النبات لما يقولك أي علم من العلوم الأساسية اللي انت بتدرسها مفهوم العلم إيه؟ هو العلم الذي يختص بدراسة وأعمل فلسطل أو أقف عند النقطة دي دراسة ايه؟ أنا دلوقتي مهتم بدراسة أمراض النبات يبقى هو العلم الذي يهتم بدراسة النبات المريض النبات السليم ما ليش علاقة به أنا دلوقتي بدخل بيبقى عيني على النبات اللي مش طبيعي النبات اللي بحس انه مصاب بمسبب مرضي أو بتظهر عليه أعراض الإصابة بالمسببات المرضية المختلفة يبقى هو العلم اللي بيختص بدراسة النبات المريض في الحقل طيب هل يطرى النبات ده بعد عملية الجمع والحصول على المنتج النباتي هل ممكن يصاب بالمسبب المرضي؟ أيضا طبعا ممكن يصاب بالمسبب لإيه؟ المرضي يبقى هو العلم اللي بيختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجات هذا النبات اللي هو المحصول إمتى بدرسه أيضا أثناء عملية النقل؟ طبعا لازم تكون فيه اشتراطات معينة للإجراء الصحيح لعملية النقل وأيضا ممكن يصاب أثناء عملية التخزين طبعا انتوا عارفين أنه فيه منتجات زراعية بيتم تخزينها لاستهلاكها أو لاستخدامها على مدار العام زي المحاصيل الحقلية المختلفة سواء كان محصول الأرز أو محصول القمح أو أي كان نوع المحصول اللي عندي فلابد أننا أتبع الاشتراطات اللازمة أو الشروط الواجب توفرها في المخزن الجيد لابد من توفر كل أنواع هذه الاشتراطات يكون المخزن خالي من التشققات والأرضية بتكون من النوع اللي هو أسمنتية وأيضا يكون خالي من الشقوق وهكذا فالمخزن الجيد بيساعد على عدم انتشار المساببات المرضية وحدوث العدوى بالمساببات المرضية المختلفة يبقى مفهوم علم أمراض النبات احنا ممكن نقعد نشرح فيه التعريف ده حلقة كاملة هو العلم اللي بيختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجات هذا النبات أثناء عملية النقل والتخزين والتسويق بدرس بقى الكلام ده بدرسه من حيث ايه؟ من حيث طبيعة المسبب المرضي يعني بعرف نوع المسبب المرضي اللي متواجد عندي أنا عندي مسببات مرضية لا حصرة لها وكل يوم زي ما احنا خدنا في الأهداف كل يوم في جديد في العلم فلابد أن أنا أكون عارف المسبب المرضي اللي أحدث عندي أعراض الإصابة المرضية نوعه ايه؟ أنا عندي أنواع كثيرة جدا إحنا تم تأسيم الأنواع المسببات المرضية زي ما حنستعرض إن شاء الله في الحلقات المقبلة أسمناها لقسمين في عندي مسببات بقول عليها مسببات حية وفي مسببات غير حية المسببات الحية ممكن أن أنا أسميها اسم تاني أقول عليها معادية أو أقول عليها طفيلية طبعا النوع ده بيشمل مسببات كثيرة جدا من ضمنها الفطريات وحعرف يعني فطريات من ضمنها أيضا البكتيريا من ضمنها الفيتوبلازمة وحعرف يعني فيتوبلازمة وأيضا الفيروسات الطحالب النباتات الزهرية المتطفلة النيماتودة كل دي بتبقى أنواع مختلفة من المسببات المرضية الطفيلية أو المسببات المرضية الحية النوع الثاني ايه هو؟ النوع الثاني بقول عليه العكس بقى المسببات الغير حية أو الغير طفيلية أو الغير معادية يعني عكس اللي فات ده بتبقى راجعة للعوامل أو التعرض النبات لظروف بيئية غير ملامة ولذلك أنا بزرع النبات في الموسم الزراعي الملائم لنمو النبات بشكل جيد وشكل صحيح وإحنا مقسمين المواسم الزراعية اللي عندنا لثلاث أقسام اللي هو الموسم الصيفي والنيلي والشتوي طبعا أنا لو أنا عندي الظروف البيئية غير ملامة لنمو النبات وملامة لانتشار المسبب المرضي فده الكافة بتكون لصالح انتشار وتوغل وتقاصر المسببات المرضية وبالتالي المحصول عندي بيكون في خطر بيكون في عندي رزق على الانتاج الزراعي فأنا بعمل إيه أنا ممكن أننا تفادى العامل البيئية الغير ملامة أننا أزرع في المعاد الملائم وأعمل عملية حصاد في المعاد الملائم ده لو أنا عندي الزراع في حقل مفتوح طبعا أنا لو أنا عايز أن أنا أحمي النبات أنا بلجأ بقى لحاجة بنقول عليها الزراع المحمية أو الزراع في الصوب أو تحت الأنفاق البلاستيكية طبعا دي تقنية متعارفة عليها اللي هي الزراع في الصوب سواء كان صوب بلاستيكية أو زجاجية أو خشبية حتى كل أنواع الصوب الطلبة اللي هم في سنة في الصف الأول والصف الثاني بيدرسوها في مادة أساسيات البساتين فإحنا عندنا أنا علشان أحمل نبات من المسبب المرض أو من العامل البيئية الغير ملامة فأنا لا إما أزرع في ظروف ملامة لأنه هو النباتي أو أن أنا أزرع وأعمل عملية الزراع في داخل البيوت الزجاجية أو الصوب البلاستيكية أو الزراع اللي احنا بنقول عليها الزراع المحمية طيب أنا دلوقتي عندي عوامل بيئية غير ملامة أو مسببات غير معضية أو غير طفيلية زي إيه؟ زي التعرض لعوامل جوية غير ملامة ارتفاع حاد في درجة الحرارة أو انخفاض حاد في درجة الحرارة اللي احنا بنقول عليها السقيع أو تعرض النبات للعطش أو حتى الزراعة في طربة بها نسبة ملوحة عالية أو أننا ممكن النبات يتعرض للرش بالمبيدات طبعا النبات ده كان حي فهو بيعاني من التسمم بالمبيدات كما يعاني منه الإنسان أو حتى الحيوان فأنا لازم أستخدم الدوز أو بنقول عليها الجرعة الملامة والتركيز الملائم من المبيد لو أنا زودت كمية المبيد اللي هو معدل لاستخدام أو زودت التركيز المبيد ده بعرض أو بيكون النبات في خطر حاد أو بيكون في خطورة على النبات المعامل أيضا قد تؤدي إلى جفافه وموت النبات وبالتالي خسارة في الانتاج الزراعي وأيضا خسارة في المحصول أيضا من ضمن العاملة البيئية الغير ملامة اللي هو درجة الحرارة العالية أو عدم توافق الأصل مع الطعم وكل ده إن شاء الله بإذن الله حندرسه بالتفصيل في الوحدة الأخيرة من أبواب المنهج في مادة أمراض النبات إحنا النهاردة قلنا زي ما اتفقنا مع بعض أعزائي الطلبة والطلبات بنضع الأصص والقواعد العامة اللي من خلالها هندرس مادة أمراض النبات أنت عشان تدرس أي مادة لازم يكون عندك background أو يكون عندك خلفية عن القواعد العامة لهذه المادة وإيه هي أهمية المادة دي في حياتنا إحنا ليه بندرس أمراض النبات ما ينفعش حضرتك تكون مهندس زراعي وتجهل بكيفية دراسة أعراض المساببات المرضية طب إيه هو نوع المسابب المرضي طب إزاي أن أنا أتعرف على أو أقول أن النبات ده مصاب بمرض كذا ده عملية خطيرة جدا وعملية هامة جدا اللي احنا بنقول عليها عملية التشخيص يعني التشخيص ده ممكن بالخبرة مع مرور السنين والخبرة الشخصية اللي بيقوم بعملية التشخيص يكتسب هذه الخبرة أيضا بتكون فيه وسائل معينة بتعين المهندس الزراعي أو دكتور أمراض النبات في كيفية أو عملية التشخيص زي الطبيب بالزبط بيبقى معاه الأدوات اللازمة اللي من خلالها بيقول لا الإنسان ده أو الشخص ده مصاب بكذا زي السماعة زي عمليات الأشعة والتحاليل كل دي بتساعد أو بتكون وسائل معينة لمن يكون بعملية التشخيص أنت نفس الكلام بالزبط كمهندس الزراعي أو كدكتور في أمراض النبات لازم يكون معك أدواتك وتكون تعرف إزاي تتعامل مع هذه الأدوات أنا عندي في عملية التشخيص عندي أدوات كثيرة جدا من ضمنها المشاهدة والفحص الظاهري مش أي حد أو كلنا ما نعرفش نقول أو ننزل مزرعة ونقول لا النبات ده مصاب بكذا لازم يكون الشخص ده مدرب ومؤهل على كيفية التعامل مع المسببات المرضية أو الأعراض المرضية اللي من خلالها طبعا أنتوا عارفين أنه النبات زي الحيوان بالزبط كائن حي لا ينطق ولا يتكلم ولا يعبر عن ما يشكو به طبعا فأنا إزاي أننا أعمل أو أحدد المسببات المرضية من خلال الأعراض أو من خلال وسائل معينة من ضمنها الميكروسكوب الضوئي اختبارات الكيموية أو حتى من خلال الاختبارات المعتمدة على التكنولوجيا النووية اللي معتمدة على الأحماض النووية اللي حم نقول عليها اختبار الدي ايه أو حتى الميكروسكوب الإلكتروني في تشخيص الأمراض الفيروسية أو الأمراض الفيتوبلازمة طيب أنا دلوقتي عرفت أو درست المفهوم من حيث طبيعة المسبب المرضي وعرفت أن أنا عندي مسببات حية ومسببات غير إيه حية أيضا من ضمن العوامل أو الأشياء اللي أنا بدرسه دورة حياة المسبب المرضي إمتى بينتشر؟ إيه هي درجة الحرارة المناسبة له؟ إيه هي درجة الحموضة؟ الرطوبة؟ وهكذا الموسم اللي هو بيتكاثر فيه هو العقل التاني اللي بيتكاثر عليه المسبب المرضي وبالتالي بحرمه من العقل التالي وبالتالي بكسر دورة حياة المسبب المرضي وايضا بدرس او العلم ده بيهتم بدراسة الاعراض المرضية طبعا زي ما انا قلتلكم من شوية المسبب او النبات كان حي لا ينطق فهو بيعبر عن ما يشكو به من خلال ظهور اعراض المرض على النبات المصاب طبعا علشان بس اديكم لمحة بسيطة على يعني اعراض مرضية العلاقة لازم ادرس العلاقة بين المسبب المرضي والنبات المصاب العلاقة بين المسبب المرضي والنبات المصاب هي علاقة بنقول عليها علاقة تطفل او علاقة ترمم امتى تكون علاقة تطفل اذا كان العائل كائن حي او النبات مازال منزرع في الارض يعني مازال النبات حيا اذا تم اختراق هذا العائل الحي فالعلاقة بتكون علاقة تطفل طيب لو تم حصاد او جامع المحصول في الحالة دي المسبب المرضي بتكون العلاقة بينه وبين المنتج الزراعي بقول عليها علاقة ترمم لانه المنتج الزراعي في الحالة دي بيكون فقد الحياة واصبح مادة عضوية يبقى انا دلوقتي عندي العلاقة بين المسبب المرضي والنبات المصاب هي علاقة للحصول على الغذاء المسبب المرضي لا يستطيع ان يجهز غذاءه بنفسه فيلجأ الى كائن حي بيقوم بعملية البناء الضوئي او بيجهز الغذاء فبيتطفل عليه او بيترمم عليه اذا نجح المسبب المرضي في اختراق والحصول على غذاءه من النبات المصاب فهذه الحالة بنقول على العلاقة علاقة تطفل ناجح للمسبب المرضي والنبات المصاب في هذه الحالة بيطلق عليه نبات قابل للاصابة واذا فشل المسبب المرضي في اختراق النبات او في الحصول على الغذاء من النبات وظهور اعراض المرض على النبات المصاب ففي هذه الحالة بيطلق على العلاقة علاقة فاشلة في التطفل وايضا بيطلق على النبات العائل في هذه الحالة بانه صنف مقاوم او انه صنف منيع فانا عندي علاقة بين كائن وكائن اخر كائن الاول بقول عليه المسبب المرضي اللي هو بيحدث اعراض الاصابة والكائن الاخر هو مصدر الغذاء لهذا المسبب المرضي اللي بين قوسين بقول عليه النبات المصاب او العائل فالنبات في هذه الحالة اذا كان صنف مقاوم لا يستطيع المسبب المرضي ان يحدث اعراض الاصابة وبالتالي بينجو النبات من حدوث الاضرار المختلفة التي يحدثها المسبد المرضي طيب الاعراض دي بتبقى عبارة عن ايه انا اللي همني انا بضع دلوقتي قصص لامراض النبات او لعلم امراض النبات الاعراض دي عزاء الطلبة والطلبات بتظهر او هي عبارة عن تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بيها عن مرضه هو بقولك انا مصاب تعامل مع المسبب المرضي انا او النبات بيشكو بطريقة غير مباشرة اللي هو بقولك انا دلوقتي ظهر علي اعراض مرضية وبالتالي بيدي لك انديكويتور او بيقولك او بيدي لك مؤشر ان انا عندي مسبب مرضي اخترق النبات وبالتالي لابد ان تكون مستعدا بكل الطرق والوسائل المختلفة لمكافحة المسببات المرضية يعني انا برضو عايز اعرف يعني اعراض مرضية زي ما عرفت يعني مسبب مرضي وعرفت يعني عائل الاعراض المرضية بتبقى عبارة عن تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بيها عن مرضه طب التعبيرات دي بتبقى نتجة عن ايه؟ بتبقى نتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والنبات المصاب التفاعل ده او الخناءة دي او بقول عليها المعركة دي هي معركة للحصول على الغذاء اذا نجح المسبب المرضي في اختراق النبات فهذا الصنف قابل للاصابة وبتظهر الاعراض بصورة واضحة على النبات المصاب اذا لم يستطيع ان يخترق النبات او اذا اخترقه ولم تظهر الاعراض بصورة واضحة تؤثر على المحصول فهذا الصنف يصنف اما نبات منيع او صنف مقاوم يبقى الاعراض المرضية لازم اكون اعرفها وانا عندي حدرس اربع اعراض مرضية رئيسية ايه هي؟ اول حاجة التغير في اللون لو انا نزلت مزرعة ولقيت النبات لونه متغير غير لونه الطبيعي طبعا النبات الطبيعي بيكون لونه اخضر لو لقيت في صفرار لو لقيت في تبركش لو لقيت في احمرار لو لو لقيت في النبات اه في حاجة بنقول عليها جزر الخضراء اه كل دي او شفافية وتحزم العروق كل دي بتبقى عبارة عن اعراض لتغير في اللون وبالتالي ده بيديني مؤشر ان انا عندي مسبب مرضي ابدأ اتعامل معي طيب العرض التاني اللي هو موت الخلايا والانسجة انا عندي جزء من النبات حصل له اه موت لجزء من النبات او ممكن يكون النبات باكمله فالنبات لو موت باكمله دي مشكلة كبيرة جدا لانه بيبقى عنده خسارة وباضطر ان انا اعمل عملية اعادة للزراعة وبالتالي بتأخر في معادة الزراعة وبالتالي بتأخر في معادة الحصاد فده كل العامل دي بتأثر على الانتاج الزراعي بشكل مباشر او غير ايه او غير مباشر طيب اه الحاجة التالتة كمان اللي هو الزبول طبعا انا لو نزلت مزرعة ولقيت النبات اه اوراقه متهدلة وبتظهر عليه اعراض الزبول او حتى لو انا بقى متخصص عملت قطاع عرضي او قطاع طولي في الانسجة الوعية او في الاسطوانة الوعية للنبات ولقيت في اه لون غير اللون المتعارف عليه اللي هو في الغالب بيكون اللون البني ده بيديني مؤشر ان انا عندي اصابة بمسبب مرضي قد يكون اه مسببات مرضية فطرية زي فطريات الزبول المختلفة اللي هي الفيوزريم والريزوكوتونيا والفيرتسيليم كل انواع الفطريات اللي بتسبب الزبول اللي عندي طبعا ممكن كمان يكون الزبول ده ناتج عن زيادة في مستوى الماء الارضي اللي انا بقوله عليه العطش الفيسيولي اللي هو بقدي ايضا الى حدوث التصمج على اشجار اه الحلويات طيب اه الحاجة التانية او الحاجة اللي هي الاخيرة بالنسبة للعراض المرضية اللي هي التغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية انا عندي الاعضاء النباتية بتبدأ من الجزر ثم الساق ثم المجموع اه الاستمري كل دي بتبقى عبارة عن اعضاء النبات المختلفة لو كانت الاعضاء دي اه بيتنمو بشكل غير طبيعي غير المتعرف عليه يعني الاي عندي مثلا تقزم النبات واخد طول غير الطول الطبيعي بتاعه او الاي عندي تضخم او حتى الاي عندي زيادة غير طبيعية اه في الطول او الاي عندي تورد وحعرف يعني تورد لما اجي ادرسه ان شاء الله او الاي عندي مرض اسمه الانسركنوز او تشوه كل دي بتبقى عبارة عن اه اعراض بتظهر على النبات المصاب لو كانت موجودة على النبات المريض ابدأ ان انا اتعامل واعمل عملية التشخيص واعمل او ارسم برنامج لمكافحة وعلاج المسبب المرضي اللي عندي ولابد وهكرر وهركز على النقطة دي لابد من التشخيص السليم للمسبب المرضي للوصول للعلاج السليم والملائم لهذا المسبب لانه كل المسبب مرضي بيبقى له برنامج خاص او اه طريقة خاصة في المقاومة والعلاج ايضا بدرس او علم امراض النبات بيدرس الظروف الملامة لانتشار المسبب المرضي انا لسه يقول لكم من شوية المسببات المرضية قسمناها قسمين يعني انا دلوقتي احنا في حلقة بتهم كل افراد المجتمع سواء كانوا مجتمع المحل بتاعنا او المجتمع حتى اه العربي انا عندي اه اه الظروف الملامة لانتشار المسبب المرضي المسبب المرضي لو كان مسبب مرضي طفايلي او كان مسبب حي فكل مسبب مرضي بيبقى له الظروف ملامة لايه ملامة لتكاصره ملامة لانتشاره ملامة لحصوله على الغذاء من النبات فكل ما كانت الظروف البيئية ملأمة لنمو النبات وغير ملأمة لانتشار المسبب المرضي كل مكان ده في صالح النبات وبالتالي المسبب المرضي بيحصل عنده عملية قضاء او بيحصل نموت او اضمحلال وبالتالي النبات بينمو بشكل طبيعي وبيديني محصول بجودة عالية سواء من حيث الكم او من حيث الكيف ايضا علم امراض النبات بيدرس اللي هي وسائل انتشار المسببات المرضي او عوامل انتشار المسببات المرضي انا عندي المسبب المرضي قد لا يستطيع بمفرده ان ينتقل من مكان مصاب الى مكان سليم في عوامل بتساعد على انتشار هذا المسبب المرضي العوامل دي بتشمل اول حاجة رياح طبعا انتو عارفين انه رياح بتنقل مسببات الامراض من مكان مصاب الى مكان سليم اديكم مثال احنا عندنا مرض خطير جدا في جمهورية مصر العربية اسمه صدق الساق الاسود في القمح هذا المرض بيتكاثر على عائلين مختلفين العائل الاول اللي هو نبات او حشيشة بقول عليه نبات البري بري النبات ده غير منزرع فيه جمهورية مصر العربية العائل التاني اللي هو محصول القمح فانا لو عملت عملية مكافحة لهذه الحشيشة فبالتالي بحرم المسبب المرضي من عملية التقاصر وبالتالي بكسر دورة حياة المسبب المرضي طب انا عندي اصلا هذه الحشيشة غير متواجدة في مصر اما اللي بيجيلي المسبب المرضي ده منين بيجيلي عبر مناطق او عبر الدول اخرى موجود فيها هذا النوع من الحشيش قد تكون لبنان سوريا او بعض المناطق المختلفة فالعواصف او الرياح اللي بتبقى محملة بجراسيم هذا الفطر هي اللي بتساعد على نشر الاصابة بالمرض الفطري وليكن صدق الساق الاسود في القمح طيب الرياح بتبقى من اخطر الوسائل اللي بتعمل على انتشار ونقل المسببات المرضية بس بشرط تكون الرياح لها القدرة على حمل جراسيم المسبب المرضي وبالتالي لابد ان تكون هذه الجراسيم خفيفة في الوزن ايضا من ضمن وسائل انتشار المسببات المرضية المياه طبعا احنا بنحافظ دلوقتي على المياه من التلوث سواء كان تلوث بالمويدات سواء كان تلوث بالصرف الصناعي سواء كان تلوث بالمخصبات الكيموية اللي هي الاسمدة او حتى الصرف الصحي كل دي بتبقى بالمياه بتحمل العديد من مسببات الامراض فانا لو انا بروي الارض او بروي المساحة المنزرعة اللي عندي بمياه ملووثة بمسببات الامراض فبتعمل عملية نقل من مكان مصاب الى مكان سليم وديكم مثال وليكن مثلا مرض تصمغ الموالح جراسيم المسبب المرضي بتنتقل عبر مياه الري من مكان مصاب الى مكان سليم ايضا مياه الامطار مياه الامطار اثناء تساقط الامطار بتسقط معها جراسيم المسببات المرضية العالقة في الهواء بتنتقل او بتسقط على المجموعة الخضرية او المجموعة السامرية وبالتالي بتعمل عملية نقل للمسببات المرضي ايضا مياه النادى او قطرات الندى بتسبح فيها جراسيم بعض المسببات المرضية وبالتالي بتخترق الصغور النباتية وبتدخل الى داخل النبات وبالتالي بتعمل عملية اختراق ناجح للمسبب المرضي وبيحصل على الغذاء من النبات فدي بتكون من العامل اللي بتساعد على نقل وانتشار المسببات المرضية وليكن مثلا اشهر حاجة عندنا اللي هو امراض البياض الزغبي ايضا من ضمن وسائل انتشار المسببات المرضية الحشرات الحشرات انتوا عارفين انه اعدادها بتفوق 3000 نوع حشري وهي منتشرة في كل المناطق سواء كان مناطق معتدلة او مناطق باردة او مناطق حارة او شبه استوائية الحشرات موجودة في كل مكان وبالتالي الانواع المختلفة من الحشرات اثناء عملية تواجدها على النبات او حصولها على الرحيف او حتى تغذيتها على النبات بتنقل المسببات المرضية من مكان مصاب الى مكان سليم وايضا من ضمن وسائل انتشار المسببات المرضية هي التقاوي وانتوا عارفين كلمة التقاوي دي مصطلح مش مقصود به اللي هو البزور فقط او الحبوب فقط لا ده هي اي جزء نباتي يستخدم فيه عملية اكثار النبات سواء كان عقل او حتى بزور او حتى تقنية حديثة اللي احنا بنقول عليها حتى زراعة الانسجة كل دي لازم ابدأ باو الشتلات كل دي لازم ابدأ بتقاوي خالية من المسبب المرضي وبالتالي بعمل عملية تحجيم او تقليل او منع لانتقال المسبب المرضي من مكان مصاب الى مكان سليم ايضا من ضمن وسائل انتشار المسببات المرضية اللي هي ادوات الخدمة او المحاريس او العملية اللي انا بستخدمها او الادوات اللي انا بستخدمها في عملية تجهيز الارض للزراعة لابد ان تكون خالية من المسببات المرضية ايضا نقل التربة والسماد العضوي او بنقول عليه السماد البلدي السماد البلدي لو كان ملوث ببزور الحشاش او بزور حتى الهلوك والحمول فبتنتقل من مكان مصاب الى مكان سليم ايضا من ضمن وسائل انتشار المسببات المرضية اللي هو الانسان والحيوان طبعا الانسان والحيوان ممكن يعمل عملية نقل ميكانيكي لمسببات الامراض من مكان مصاب الى مكان سليم ايضا من ضمن وسائل انتشار المسببات المرضية النيماتودة اثناء تغذيتها على النباتات وايضا القراد أيضا العلم ده بيهتم بقى الجزئية بقى المهمة جدا اللي هي طرق الوقاية والعلاج من المسببات المرضية أعزائي الطلبة والطلبات أنتوا عارفين أنه لو أنا عملت عملية تشخيص صح بالتالي حكتب العلاج المناسب للمسبب المرضي طيب أنا عندي دلوقتي مساببات متنوعة مساببات كثيرة جدا فأنا لابد من إجراء عملية التشخيص بالوسائل اللي أنا حدرسها بعد كده في أبواب المنهج المختلفة وأبدأ أتعامل مع كل مسبب مرضي بالبرنامج المناسب لمكافحته أو للوقاية منه طيب أنا عندي برامج كثيرة جدا أنا أول حاجة ببدأ بيه طرق المكافحة والعلاج اللي هو الطرق التشريعية يعني طرق تشريعية أعزائي المشاهدين وأعزائي الطلبة والطلبات يعني قوانين ولوائح وقواعد ودستور الدولة بتصدره في مواد قانونية كده معينة وهذه القوانين بتكون من شأنها أن هي تحد وتقلل من انتشار وانتقال المسبب المرضي من مكان مصاب إلى مكان سليم يبقى لما يجي يقول لك يعني طرق تشريعية وانت تتخد وتقول ده مصطلح أو اكسبريشن غريب لا ده حاجة بسيطة جدا وحاجة سهلة جدا هي كل القوانين واللواح التي تسنها وتصدرها الدولة بهدف منع انتقال المسببات المرضية من مكان مصاب إلى مكان سليم وأشهر حاجة عندنا أعزائي الطلبة والطلبات فيه الطرق اللي هي قوانين الحجر الزراعي يعني منع وزراعي يعني بمنع انتقال المنتجات الزراعية الملوسة بالمسببات المرضية من مكان مصاب إلى مكان سليم سواء كان هذا المنع بين دولة وأخرى بقول عليه حجر الزراعي خارجي زي الحجر الصحي كده اللي هو بمنع انتقال المصابين بالأمراض من دولة إلى أخرى ده اسمه حجر صحي إنما هنا أنا بتعامل مع منتجات زراعية فبقول عليه حجر زراعي أيضا ممكن الحجر الزراعي يكون مطبق داخليا يعني داخل الدولة الوحدة وليكن لو أنا عندي إصابة بمسبب مرضي في محافظة من المحافظات أو في مدينة من المدن وليكن أديكم مثال تورد القمة في الموز اللي هو منتشر في السحل الشمالي واسكندرية أو العفن الأبيض في البصل اللي هو منتشر في محافظات الوجه القبل زي بنسوف والمينيا والمحافظات دي أنا بعمل عملية منع انتقال الشحنات المصابة بالمسبب المرضي من مدينة إلى أخرى بعمل لها عملية فحص لو كانت مصابة بترجع تاني للمكان اللي هي جاي منه لو كانت سليمة باخد عينة وافحصها ولابد من الفحص الجيد لهذه العينة لمنع انتقال المسبب المرضي والسيطرة عليه داخل بقرة انتشاره فأنا دلوقتي لو أنا عندي محصول مصاب بمسبب مرضي معين فأنا بعمله عملية سيطرة أو بعمل عليه عملية كنترول في المكان المتواجد فيه دي بسميها الطرق التشريعية أو الطرق التشريعية للقضاء على المسببات المرضية هذه اللواح وهذه القوانين من يخالفها يعرض نفسه للمسالة القانونية ومن يلتزم بها بيحصل على منتج زراعي آمن من الإصابة بالمسببات المرضية المختلفة وبالتالي بيزود الدخل القومي أو الدخل الفردي للمواطن بداية ثم للدولة في صور الدخل القومي بيدر عائد على كل أفراد المجتمع أيضا من طرق أو من أسس برنامج المكافحة اللي هي الطرق الزراعية طرق الزراعية هي عمليات الزراع أو العملات الزراعية اللي بيقوم بيها المزارع أو المنتج الزراعي بهدف زراعة أرضه إذا أجراها بطريقة صحيحة وفي المعادل المناسب وبالطرق الملأمة لعملية الزراعة كل ده بيفيد في السيطرة على المسببات المرضية أو قضاء على المسببات المرضية وخصوصا اللي بتوجد مسابباتها تحت سطح التربة زي العديد من الأمراض زي الأمراض النماتودة أو الأمراض الفطرية اللي بتكون أجسام حجرية أنا لو اهتميت بالعملات الزراعية زي عمليات الحرس والعزيق والتسحيف والغي والتسحيف وتسميد وكل أو الزراعة في المعادل المناسب أو أجرية دورة زراعية كلكم هتستغربوا أو تقولوا يعني كلمة دورة زراعية دورة زراعية بسيطة جدا أعزائي الطلبة والطلبات أنت لازم تكون طالب مهاري تعرف المعارف ثم تكون بعملية التطبيق المهاري لهذه المعارف للحصول على مهندس زراعي أو طالب تعليم فني قادر على التعامل مع المشكلات المسببات المرضية أخلي بالكو أعزائي الطلبة والطلبات المزارع دايما بيلجأ للمهندس الزراعي عندما تقف المعلومات الزراعية اللي هو توارسها من الأباء والأجداد فبيلجأ للعلم وبيلجأ للعلم إمتى لما يتعرض لمشكلة بيصعب عليه أنه هو يحلها فبيلجأ للمهندس الزراعي أو المرشد الزراعي ليستعين به فيه كيفية الحفاظ على المحصول ووقيته من المسببات المرضية أو حتى الآفات الحشرية فأنت لازم تكون مؤهل علميا ومهاريا وتقانيا ويكون عندك مصادر للبحث دايما باستمرار عن الجديد في مجال مكافحة الأمراض النباتية أو حتى المسببات المرضية اللي كانت غير معروفة احنا عندنا من فترة بكل شوية مع الشحنات اللي احنا بنستوردها من الخارج بتجي لنا شحنات ملوسة بمسببات مرضية نتيجة خلل في نظام الحجر الزراعي أو عدم دراية بكل المسببات المرضية فأنا لازم أهل اللي بيعمل في مجال الحجر الزراعي إنه هو يكون على معرفة وعلى علم بكل أنواع المسببات المرضية وياخد عينة بالشكل أو بالطرق المتعرفة عليها أو الطرق السليمة لأخذ العينات لازم تكون عينة عشوائية وممثلة لكل الشحنة ويعمل عملية فحص بالطريقة الصحيحة أو يستعين بالآخرين في المعامل المختلفة لإجراء عملية الفحص السليم للشحنة وبالتالي زي ما احنا بنقول الوقاية خير من العلاج فأنا بعمل عملية وقاية من دخول مسببات مرضية غريبة أو غير معروفة لدى القطر اللي هو بيدخل منه المسبب المرضي يبقى أنا عندي الطرق الزراعية عرفتها الدورة الزراعية بالمناسبة حاجة بسيطة جدا مقصود بيها نظام تعاقب زراعة محصول معين في أرض معينة خلال فترة زمنية معينة يعني أن أنا بعمل عملية تغيير أو تنوع للمحصول في المساحة في المدة يعني مزرعشي المحصول في نفس المساحة بصورة متكررة وبالتالي أنا بحرم المسبب المرضي وخصوصا المسببات المرضية المتخصصة إنما المسببات الغير متخصصة اللي احنا بنقول عليها متعددة العوال دي ما بيفرقش معها الدورة الزراعية تزرع عليها أمح شغال رز أوكي ما عندوش مشكلة إنما أنا بتكلم عن المسببات اللي بتبقى متخصصة على أو بتتخصص في إصابة محصول معين أيضا من ضمن الوسائل الزراعية زراعة الأصناف المقاومة طبعا ده اتجاه حديث واتجاه طبعا كل يوم احنا بنعمل عملية تربية وإكسار لأصناف أو بننتج أصناف مقاومة لمسببات المرضية تخيلوا الأرز أو القمح في أصناف بتبقى مقاومة للأصداء أصناف مقاومة للتفاحمات أصناف مقاومة لللفحات وهكذا هو هو نفس المحصول ولكن صنف مختلف يعني هو هو الرز بس بصنف مختلف الصنف ده بيكون مقام لمسبب مرضي معين وطبعا الصنف المقاوم زي ما نقول لكم من شواء في بداية الحلقة في بداية الحلقة بيكون هو عبارة عن أن أنت بتعمل عملية وقاية خير من العلاج طبعا من ضمن أيضا الوسائل المختلفة اللي هي الطرق الميكانيكية وأيضا الطرق البيولوجية وأيضا الطرق الكيموية بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون استعرضنا مع بعض الأسس العامة لدراسة علم أمراض النبات وإن شاء الله في الحلقات المقبلة هندرس كل أبواب المنهج بالتفصيل ونعرفكم يعني إيه علم أمراض النبات تابعا لتسلسل أبواب المنهج المختلفة بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته